عشرات القتلى نتيجة الفيضانات المدمرة في ولاية كنتاكي الأمريكية العدد مرشح لارتفاع فما الذي يحصل هناك؟ ضربت الفيضانات شرقي ولاية كنتاكي ووصفها حاكم الولاية بأنها الأسوأ في التاريخ الحديث ورجح حصول مزيد من الفيضانات المفاجئة حضن السكان في المناطق المتضررة بشدة على الاحتماء على مناطق أعلى وشهدت الولاية خلال هذا الأسبوع ما يتراوح بين ثماني بوصات وعشر من الأمطار الإضافية في فترة أربعة وعشرين عاما مما يشير إلى ما يسميه الخبراء حدثا واحدا من كل ألف عام وبالنسبة للعلماء فأن الأحداث المناخية المتكررة والخطيرة تعد أحد أبرز نتائج تغير المناخ الذي يحصل بفعل الأنشطة البشرية وقد فسر خبراء أمريكيون أن حرق الوقود الحفوري أدى إلى تدفئة الغلاف الجوي في السنوات الأخيرة بالتالي بات يحتفظ برطوبة أكثر ونتيجة لذلك كلما هطلت الأمطار ستكون أكثر شدة ويعني هذا أن مخاطر الفيضانات تتزايد بشكل كبير في مختلف الدول والمدن كنتاكي واحدة منها حيث بات واضحا أن تغير المناخ يمثل مشكلة متنامية في كنتاكي والمنطقة المحيطة بها كما حذر الخبراء من حدوث مزيد من الفيضانات في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة تحديدا عندما تتعاقب العواصف الاستوائية الرطبة شمالا فوق الولاية قبل أيام أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة كارثة طبيعية في كنتاكي وهو إجراء ضرفي وآني لكن ما يبدو أكثر للحاحن في المستقبل هو تكثيف إجراءات الحد من الانبعاثات الكربونية لكبح هذا التغير المناخي ترجمة نانسي قنقر